نروح لتصرحات التونسي سيف الدين الجزيري لعب أفريق الأول كرة قدم بنادي الزمالك قال أن الفريق الأبيض يسعى لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي وقال كمان أن الفريق استعد بكل قوة لمواجهة الآلي في لقاء السوبر الإفريقي وقال كمان نبذل أقصى جهد في التدريبات استعدادا للقاء هدفنا هو إسعاد جماهير الزمالك بحصد اللقب الإفريقي وأوضح أنه عليه مسؤولية كبيرة من أجل تسجيل الأهداف في لقاء السوبر الإفريقي اختتم التصرحات بتاعته قائلا لقاء الأهلي بمثابة التحدي الكبير لنا جميعا لا سيما أنه على لقب كأس السوبر هدفنا العودة إلى القاهرة بالبطولة